اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لقد استقص الباحثون هذه الفكرة منذ 1895 عندما ألهمت زيارة لما كان وقتها أطول مبنى في العالم العالم الروسي قسطنطين تيولكوفسكي تخيل تيولكوفسكي بناء طوله آلاف الكيلومترات ولكن حتى بعد مرور قرن ليس هناك مادة قوية بما يكفي لحمل مبنى كهذا لحسن الحظ توفر قوانين الفيزياء تصميماً بديلاً وواعداً تخيل أن تقفز على كاروسيل سريعة الدوران بينما تحمل حبلاً مربوطاً بصخرة طالما تدور الكاروسيل فسيظل الحبل والصخرة في وضع أفقي ومرتفعين بوساطة قوة الطرد المركزي إذا كنت تبسك بالحبل فستشعر بهذا التسارع الظاهر بالقصور الذاتي الذي ينبذ الصخرة بعيداً عن مركز الكاروسيل الدوارة والآن إذا استبدلنا الكاروسيل بكوكب الأرض والحبل بسلك طويل والصخرة بالوزن المعادل لقد وضعنا للتو تصوراً لمصعد الفضاء الحديث وهو سلك قد تم جره إلى الفضاء بوساطة فيزياء كوكبنا الدوار لكي ينجح هذا يجب أن يكون الوزن المعادل بعيداً بدرجة كافية بحيث تكون قوة الطرد المركزي الناتجة عن دوران الأرض أكبر من قوة جاذبية الكوكب تتوازن هذه القوة على ارتفاع ستة وثلاثين ألف كيلومتر تقريباً فوق السطح لذلك يجب أن يكون الوزن المعادل أكبر من هذا الارتفاع الأجسام الموجودة على هذه المسافة المحددة تكون في مدار ثابتاً بالنسبة للأرض مما يعني أنها تدور حول الأرض بنفس معدل دوران الكوكب وبالتالي تظهر ثابتة في السماء يمكن أن يكون الوزن المعادل نفسه أي شيء حتى لو كان كويكباً قد تم أسره من هنا يمكن إطلاق السلك عبر الغلاف الجوي وتوصيله بمحطة أساسية على سطح الكوكب ولزيادة تسارع الطرد المركزي إلى أقصى حد يجب أن تكون نقطة الارتكاز هذه قريبة من خط الاستواء وبجعل محطة التحميل قاعدة محيطة متنقلة يمكن نقل نظام بأكمله حسب الرغبة مما يسمح له بالمناورة حول التقص القاسي وتفادي الحطام والأقمار الصناعية في الفضاء بمجرد إنشائها يمكن تحميل البضائع على أجهزة تسمى المتسلقين والتي من شأنها سحب الطرود على طول السلك وداخل المدار تتطلب هذه الآليات كميات هائلة من الكهرباء والتي يمكن توفيرها بوساطة الألواح الشمسية أو حتى الأنظمة النووية قدر التصميمات الحالية أن الأمر سيستغرق حوالي ثمانية أيام لرفع جسم ما لمدار ثابت بالنسبة للأرض وبفضل الحماية المناسبة من الإشعاع يمكن للبشر نظريا أن يخوض طبك المغامرة إذن ما الذي يمنعنا من بناء هذا الهيكل الضخم؟ لسبب واحد قد يشكل وقوع حادث بناء واحد كارثة لكن المشكلة الرئيسة تكمن في السلك نفسه فبالإضافة لتحمل كمية هائلة من الوزن يجب أن تكون مادة السلك قوية بما يكفي لتحمل شد الوزن المعادل ولأن هذا الضغط وقوة الجاذبية سيتفاوتان عند نقاط مختلفة فإن قوته وسمكه يجب أن يتغيرا أيضا المواد المصممة هندسيا مثل الأنابيب النانونية الكربونية وخيوط النانونية الماسية تبدو أفضل أمل لنا لإنتاج مواد قوية وخفيفة بما يكفي للقيام بهذه المهمة لكن حتى الآن تمكننا فقط من تصنيع سلاسل أنابيب نانونية صغيرة جدا قد يكون الخيار الآخر هو بناء واحد في مكان ما بجاذبية أضعف المصاعد الفضائية المبنية في المريخ أو القمر ممكنة بالفعل بالمواد الموجودة لكن الاستفادة الاقتصادية الهائلة لامتلاك مصعد فضائي مبني على الأرض ألهمت العديد من البلدان لمحاولة حل هذا اللغز في الواقع بعض الشركات في الصين واليابان تخطط بالفعل لإكمال البناء بحلول عام 2050 للتاريخ الرائع ومغامرة الفضاء الخارجي وفلسفة الانحناء للعقل والإجابات على أكثر الأسئلات العشوائية التي لديك حول جسمك وأكثر من ذلك اشترك في القناة ترقبوا وابقوا فضولين اشترك في القناة